موسيقى مدرحبا حضراتكم من جديد زي ما كنا متكلم معاكم في بداية الحلقة النهاردة اليوم العالمي لمكافحة السمنة ودي مناسبة مهمة جدا ان يكون في توعية بالمخاطر الصحية والنفسية للاشخاص اللي بيعانوا من الوزن الزائد وازاي ان هم يقدروا يتبعوا نظام غزائي صحي ويحفظوا على صحتهم قليلا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول موسيقى اليوم يصادف اليوم العالمي لمكافحة السمنة وتشمل الأهداف الرئيسية للاحتفاء بهذا اليوم الترويج لحلول أزمة السمنة وزيادة الوعي بها والوقاية منها وتوضح منظمة الصحة العالمية أن السمنة هي تراكم غير طبيعي ومفرط للدهون لدرجة قد تلحق الدرر بصحة الفرد كما أنها تتسبب في أعباء كبيرة في النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية وأكدت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن السمنة تؤثر على أكثر من 2 مليار شخص وأنه بحلول عام 2025 سوف يصاب أكثر من 2.7 مليار شخص بزيادة الوزن والسمنة وحيث تعد السمنة من الأسباب الرئيسية للإصابة بكثير من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والكبد والسكر كما تعتبر السمنة مرضاً مزمناً يتطلب تدبيراً طويل المدى في خطة علاجه وذلك لأنها بطبيعتها تمثل مشكلة صحية معقدة ومتعددة العوامل وتتأثر بالعوامل الوراثية والفيسيولوجية والبيئية والنفسية وترتبط بالعديد من العواقب الصحية الخطيرة وكان لمصر اهتمام قوي بأمراض السمنة ومكافحتها لتحسين صحة المصريين وقد حققت مصر تقدماً في اكتشاف وتسجيل المصابين بالسمنة بعد إطلاق مبادرات رئاسية للكشف عن الأمراض غير السارية بين خمسين مليون معطن والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لتلميذ المدارس بجميع المحافظات وهو ما اعتبره المجتمع خطوة هامة واستثنائية للتغلب على معاناة المصريين مع السمنة وجاءت المبادرة الرئاسية كخطوة هامة وبداية جادة لتشخيص المشكلة ووضع حلول مناسبة وفقاً لقاعدة بيانات مفصلة عن توزيع المرض وتباين الإصابات باختلاف الفئة العمرية زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا في التقرير الموضوع خطير احنا طبعاً مش الغرض ان احنا نخوفكم لكن الغرض ان احنا نحذركم وننبهكم ونفكركم بخطورة السمنة وارتباطها بأمراض تانية كتير وأسئلة كتير حقيقة عايزين نتكلم فيها عن هذا الموضوع مع ضفنا اللي منورنا الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة وأمراض البطن وصبع الخير عليك يا دكتور سبع الدور يا فنم وأهلا بك وأهلا بسياد المشاهدين كلهم يا أهلا بسيادتك لو هنبدأ نتكلم عن السمنة نبتدي منين؟ نبتدي منين؟ على فكرة السؤال ده كويس قوي الناس كلها بتقولك ابتدي منين؟ عارفيني ابتدي منين؟ دلوقتي اللي عايز يخس ابتدي الآن ما هو ده الأساس ودوت هو الكلام اللي تقال في المؤتمر السمنة العالمي اللي هو بيقولك اللي عايز يبتدي يبتدي دلوقتي ما يقولش لما يبتدي لما رمضان يخلص طب أكل اللي موجود فيه طب إن شاء الله لما المدارس نصيف دو الشتاقة مش هيمطع اللي عايز يبتدي يبتدي حالا ناو ستارت حالا ما تبتيش وما تتأخرش وما تستناش تقولش لما أعمل أي حاجة اللي عايز يبتدي لازم دلوقتي لازم تحت إشراف طبي لأن لو حيبتدي لوحده حيلاقي كمية إحباطات كتير جدا ومش هيقدر يكمل لوحده ممكن من ناحية التجميلية هم نتكلم عليها من ناحية الصحية وأنها فعلا بتسبب أمراض خطيرة وأمراض عديدة يمكن أمراض في منها البعض يخص السيدات وأيضا أمراض مشتركة بين السيدات ورجال وأمراض أيضا للرجال الموضوع فعلا كبير وبيسبب أمراض حقيقية وأمراض مش بسيطة فعايز أعرف من حضرتك يا فندم بداية نحن نتكلم عن السمنة من أول الأسر اللي بتربي أطفال لأنه في أطفاء يعني السمنة بتبدأ مع أشخاص منذ الطفولة ما بيقدروش أنهم كل ما بيجبروا كل موضوع بيبقى أصعب فعايز أبتدي مع حضرتك من بداية الناشر من أول ما أسرة بيكون عندها أولاد إزاي تقدر تنشئ طفل سليم جسديا ويكون صحي كمان في توازن في وجباته فعلا زي ما حضرتك قلت إن الموضوع بيبتدي من الأسرة يعني السمنة بتبتدي هي حالات بيئية وحالات أمان ورصية كمان وحالات مرضية بس قبل ما نقول إن هي حالات بيئية أب حالات ورصية نبتدي نشوف الأسرة بتعمل إيه فاللي هيعمل نظام غذائي الأسرة كلها تعمل نظام غذائي ونبتدي من الأطفال وناكل صح الولاد مش هيعرف يجيب الأكل لوحده مش معهوش فلوس عشان يجيب حاجة إحنا اللي بنديله إحنا اللي بنديله الفلوس إحنا اللي بنديل عادات الغذائية الصحيحة لأولادنا نعلمهم يعني أكل مش عالشان أنا تعبانة أو ماليش نفسي أكل أو عايز أخلص من الموضوع أجيب له الكيكاية اللي من الشارع أو الوجبات الغذائية السهلة من المحلات أول أخطر من كده الكومبو كل واحد يجي يقولك إيه هياخد كومبو الكومبو ده مهم ده أرخص لا إنت بتضيع نفسك لو خدت كومبو بدور على العروض آآ يقولك إيه ده أخد كومبو مع بطاطس قد كده والكبيرة آآ ده أنا أخد أرخص كتير ده كده هضيع نفسه أكتر إبعد عن الكومبو خالص يريتك ما تاخدش الحاجات الغلق اللي هي فيها بقليات كتير مش ليك إنت للأسرة كلها بس هل معنى كده اللي أنا أمنع نهائياً وبقيت الأصدقاء وكل بيعمل لا إحنا نبتدي نفهم يعني إيه العادات الغذائية الصحيحة يعني إيه ناكل صح ويعني إيه ناكل غلط وليه بناكل كده ونكتر الرياضة أكتر ونزود الحاجات اللي فيها خضروات وفكهة ما يبقاش إن أنا أدي لما أكون حد عمل حاجة كويسة أشجعه وما أديلي شوكولتاية أو أديليه حاجات حلوية قبل ما نتكلم عن رشدة عايزين نتكلم عن أسباب السمنة لأنه مش كلها غزة مضبوط من الأسباب السمنة وفعلا زي ما قلت عشان كده اللي قلناه في الأول الحديث إنه لازم يكون تحت إشراف طبي لأنه ممكن تكون أسباب مرضية هي اللي مسببة السمنة مش حاجة تانية خالص بيبقى يعمل أنظمة غزائية وما بيخسش يفضل يعمل كتير وما بيخسش السبب في كده ممكن يكون الغدة الدرقية هي اللي مشكلة عنده وكمان ممكن تكون مشاكل فيه الأدوية مصاحبة يكون بياخدها بعض الأدوية النفسية ممكن تزود في الوزن ومش كل الأدوية على فكرة لكن في بعض الأدوية كده ممكن يكون بياخد كورتزون وبرضو عايز أتكلم في الموضوع ده لأن في ناس كتا قوي بياخد أدوى كورتزون ثلاثة أيام يقول لك أنا خدت خنت عشان خدت الدوى كورتزون لا ده لازم مدة طويلة علشان نقدر نقول الكلام ده والكورتزون بيفتح الشهية بيأكله كتير طب هو بيأكله كتير فإحنا لو كان صح هو بياخد كورتزون فما تحطش في دماغك أنك إنت بتاخد كورتزون يبقى لازم أطخن لا الكورتزون هيأكله كتير كل صح وإنت بتاخد كورتزون هتبقى أنت برضو صحي كمان محتاجين إن إحنا أتأكد إن فيتامين دال برضو في مستوى كويس لأن لو عندنا نقص فيتامين دال هو ده ممكن يسبب في عدم الانتظام الإيد اللي هو الميتابوليزم طيب دكتور هل كل الأشخاص اللي عندهم اللي بيعانوا من السمنة بسوى أمراض وراثية أو أمراض بشكل عام هل الأدوية لوحدها كفيلة إن هي تعالج السمنة وإن هي تنقص الوزن ولا بيضطرون هما يلجأوا يعني يقول مساء العمليات لأن في نسبة كتير جدا بتلجأ العمليات مثلا تخفيف الوزن بتقول أنا عيان أنا مش عارف خس حيلا حضرتك لمسي السؤال مهم جدا إن العمليات أنا ما بحبش تكون حد يبتدي يخش يقولك أنا عايز أخس أنا هعمل عملية أصلا مش عارف أخس أنا جربت مع كذا دكتور وما بخسش وعلشان كده هروح أعمل عمليات قبل ما تعمل عمل إيه والكلام ده حتى وأنا كنت في أمريكا كنا بنعمله إن قبل ما يروح العمليات لازم يتابع نظام يعمل تحليل أول وفيتامين دل والغدة ويتأكد ما فيش حالة مرضية وياخد الإعلاج المناسب لها مع نظام غذائي نظام غذائي لمدة ستة شهور محدش يخش عمليات نهائي نهائي إلا ما يكون عامل نظام غذائي ستة شهور صحي وملتزم بعد ما يكون عامل كل الأدوية ولو لقى نفسه ما نزلش نبقى نفكر في الحاجة دي العملية مش النهاية المطاف العملية بتساعدك إنك إنت تقلف الوزن يمنع إنك إنت تاكل قليل لكن فيها مشاكل صحية كتير العمليات فيها مشاكل صحية فيها نسبة وفيات أيوة وحقول فيه ناس كتير فيها نسبة وفيات ليه أي نوع من العمليات بالضبط؟ بص العمليات اللي هي التكميم بالذات الحاجات دي اللي هي فيها حيفتح بطنه ليه عمليات كبيرة لكن اللي هو حيركب باللونة والكلام ده كل دي خسارة فيها الفلوس كمان فما يعملهاش أساساً فلو حيعمل عملية يعمل عملية دي بس فيها بالنسبة وفيات آه خد بالك أنت بتخش عملية اللي كتب يعني بمزاجك يعني ممكن ينعيش ينتوفى فالنسبة الوفاة فيها بالنسبة 30% كان زمن عالية بس آه يعني إيه 30%؟ يعني مئة واحد دخلوا 30% ممكن يموتوا 30 واحد ممكن يموتوا فهل في ناس كتير عملية على فكرة أو عايشة وزي الفل؟ آه دول من الستين في المية لكن في منهم 30% أنت ما تعرفهمش فلازم تعمل بحث كويس قبل ما تعمل حاجة نمرة اثنين قبل ما تقول عمليات ابتدي نظام صح مش عشان أنت مش قادر تاكل أو عايز تاكل كتير تعمل عملية وفي ناس كتير قوي بيعملوا العمليات وبيزيدوا عليها طب ليه بيزيدوا عليها بقى؟ ده أنا عملت العملية ده عملت العملية ده أنصرفت كل اللي وراي ولي قدامي علشان أن أعمل العملية دي وصلخص لأ، ما أنت لازم نظام صحي مع العملية يعني من الآخر الأكل والنظام الصحي سواء عملت عملية أو ما عملتش مهم وكتير قوي حتى لو كان وراسي يعني دي نقطة مهمة بردو يعني ممكن لنتيجة أدوية، ممكن نعوض الأدوية دي بأدوية تانية بديلة ممكن نتيجة الأنظمة الغذائية الغيرصحية ممكن اتبع نظام غزائي صحي؟ نمل وراسي دا ينفع معاه؟ حتى الوراسي بيبقى مش حكاية كده احنا لازم نتأكد بالزبط هالقام وراسي يعني ايه؟ ما ممكن يكون يقولك عسنا عيلة تدخينة كلها ولا عندي كلهم زيادة يبقى دا وراسي لا انا اصلا واخد والكلام دي بقى انا اسمعوا انا عندي في العيان هتقولي ايه؟ دي على فكرة واخد من عمتها يا ستة يعني خالتها هي اللي حلوة ما يمكن لأ 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 عمتها هي وده هبس شكل عمتها بالزبط يا ستة لا دا يمكن خالتها لا لا خالتها زي الفن لكن ما تقولش بقى ايه عمتي ولا خالتي انت بتاكلوا ايه كل يوم؟ هو دا الايه؟ دا اللي بيحب دا اللي بيحب ايوه لنبقى النظام الغزاء الصحي هو دا اللي حيمشي عليه طيب ايه اللي ممكن نقدر ناخده كعلاج أدوية مثلا وكويس حضرتك فدحت موضوع الأدوية بلاش ناخد حكاية الأدوية دا من على النيت ها قدينا شوفنا الناس كتير كوركمين وكلام الكلام الفارغ دا كله مش اي حاجة من على النيت ناخدها ونقولك هو دا اللي حيخسسني ناخد دواء من الصيدلية وتكون تحت اشراف طبي ويكون الدكتور دكتور هو اللي كاتبه مش علشان واحدة صاحبتي خد الدواء يبقى هو دا اللي شغال مش علشان واحدة قريبتنا خست عليه هو دا شغال طب دا الدواء دواء جاي مستورد وجاي من أمريكا يا سيدي لو كان كده ننزله في الصيدلية ويكون مصرح بيه مش علشان موجود في الصيدلية وكمان يبقى التصريح من وزارة الصحة المصرية هي دي لأنها تبع اشراف هو دا اللي نقدر ناخده والدكتور هو اللي يقولك الجرعات المناسبة ليك ايه؟ مش اي دواء ومن سبب بعد ما نعمل التحاليل المناسبة لأن لو عندي نقص فيتامين دال أو عندي حاجة اسمها مقاومة الإنسولين دي عارفة منين بالتحاليل هي دي اللي نقدر ندي العلاج المناسب لها حكاية نفسك بتخس وتلابنا متستعجب تقول دا أنا بقى برجلين تقول حياتي وما بخسش طيب أنا بلعب رياضة وما بخسش خد يبالك إن الموضوع مش عملية وزن خالص ما أنا كمان بتقس وزنك تقولك أنا منزلتش كام كيلو إحنا مش دخلين مسابقة علشان أخس كام كيلو ولا ما أخسش كام كيلو أنا المهمة عندي الشكل الخارجي هو اللي يتغير اللبس بتاعي يتغير يعني أزود الكتلة عضلية وأقلل الدهون وأزود المية عشان ما أجلش إمساك فأنا محتاج لنا أشرب مية علشان نظارة الوجه علشان ألعب رياضة بطريقة صحية تحت إشراف يكون جيم مش أي جيم وخلاص لازم يكون واحد من خارج التربية الرياضية هو اللي يقول لي ألعب إيه وما ألعبش إيه وممكن أكل إيه تحت إشراف طيب دكتور هاني يمكن النقطة اللي شادل سأل حضرتك فيها وهي السمنة الوراثية أيها هتخدني النقطة تانية مهمة وهي مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن الأمراض غير السرية والسمنة هل الكشف المبكر يقدر إن هو يمنع السمنة الوراثية أو يقدر على الأقل إن هو يعني يقلص من سلبياتها اللي احنا بنشوفها ويقدر يحجم الموضوع شوية ممتاز لأن فعلا نشكر سيد الرئيس فعلا اللي عمله في المدارس ده أنا شفت الحكاية ديت وكمان في 100 مليون صحة الأولانية خالصة اللي هي بتاعت الضغط والسكر ودي عملت ناس كتير ما كانوش يعرفوا عندهم السكر فعلا وعمرهم بيقولك أنا أول مرة كتشف إن أنا عندي سكر أول مرة ابتدى بقى يهتم وابتدى ياخد العلاج ودي والضغط ما كانوش يعرفوا خالص يقولك لقد ده شوية صدع وياخد الحباية المجنية وخلصة الليلة ودي مصيبة كمان فده عملت لنا مشاكل إحنا لما ابتدى يتأكد إنه عنده ضغط ويبتدي ياخد رحل الطبيب ويه باشر وابتدى يتطمن ابتدى نقل الحكاية دي طب بالنسبة بقى للسمنة وابتدى عادة نجات فأطفالنا والتقزم والأنيميا اللي ابتدت تظهر ناس كتير قط الأمهات وأولاد فاكرين إن أولادهم زي الفل مدام بيتحركوا ويبقى حلوين لما لو أنه عندهم أنيميا ابتدوا يشوفوا الطبيب المعالج وابتدوا يفعلا تبع الوزارة يديهم العلاج الصحيح ويبتدي يهتموا لأن الموضوع مش حكاية اللي أنا لازم أخد بالي من أولادنا ولازم أتم كويس قوي السمنة بتأثر علينا وبتأثر على الدولة كمان بتأثر على الدولة إزاي يعني موحطة لما يجي لك أمراض كتير أنت بتعمل زي ما تقول ضغط على المنظومة الصحية كلها مليارات بتنفق كمان على الأدوية اللي بتعالج الأمراض النتجة عن السمنة مضبوط فإحنا مش محتاجين نبقى عندنا شوية ضغط على فكرة أي واحد عنده مشكلة في العظم أول حاجة دكتور العظم بيقوله إيه خس في وزنك أي واحدة عنده الضغط يقوله لازم تخس إلا عنده كولستيرول يقوله لازم تخس يعني من الآخر الخسان ده جزء نظام غذائي لهو ده اللي حيمنعك من الأمراض عشان ما ترجعش تلك عظيم السمنة المفرطة تأثيرها هي على وظائف الجسم واحدة واحدة السمنة المفرطة أو السمنة بصفة عامة أولاً القلب آه طبعاً لأنه ممكن يكون فيه بالأكل غلط ممكن يزود الكولستيرول والكولستيرول ده ممكن يسبب مشاكل في القلب وممكن يسبب لنا حاجات تانية اتنين مرة اتنين الأمراض العظم كمان اللي هو الالتهاب في العظم والكلام ده كل والفقرات ما دي كلها من السمنة الأهم من كده لأن بعض الأمراض السرطانية بتيجي من السمنة فاحنا لازم ما نقولش بقى ايه وهو الأمراض ايه وده لا ما يش هيحصل لي اتنين يؤثر على الخصوبة يا دكتور ودي مهمة جدا عشان كده هتلاقي فيه ناس كتير قوي يقولك أنا لازم أقل في الوزن علشان أخلف طب ليه علشان فيه دهون كتير على المبايد أو مفيش تنظيم في الدورة نتيجة الدهون الزيادة أو ممكن تكون مقاومة الإنسلين فبياخدوا العاجات المناسبة تحت إشراف طبي وخلاص ده الأهم وهو لما تاخد العلاج هتقلف وزنها نسبة الإنجاب بتبقى عالية جدا أكتر من اللي ما تكون واحدة عندها زيادة في الوزن طيب دكتور لو هنكتب روشتة ورشتة الحقيقة يعني غيرين قولنا هي تناسب الجميع تناسب جميع الفئات من غير ما يكون فيها حرمان إلى حد ما احنا شعب يحب الأكل حتى أعيادنا وارتبطة بالأكل مناسبتنا وارتبطة بالأكل لو هنتكلم عن روشتة تقدر تناسب الجميع من غير حرمان ايه النظام الغذائي ده يا أكتر احنا عليزم نعمل رجيم كويس ويعني ايه رجيم الأول يعني رجم يعني رجم يعني تنظيم مش حرمان فالتنظيم ده الأهم ايه الأهم حاجة نقدر نعملها للناس كلها ان احنا نمرأ واحد نحط في دماغنا ان النظام الغذائي ده اسلوب حياة وناكل صحي نزود الرياضة في حياتنا اي حاجة ان شاء الله لمشي كمية الفكهة والخضروات مهمة جدا ونشرب ميا كتير والأهم من كده نتأكد ان انا ما عنديش حالة مرضية تحت اشراف طبي عشان لما قل في وزني مرجعش تاني الرياضة وشرب الميا والأهم من كده ناكل صح بالصح ما ناكلش حاجات الغلط ونبعد عن المقليات بقدر الامكان الموضوع في ايدك انت انت اللي ممكن تختار دلوقتي انت عايز تكون عامل ازاي جسمك عامل ازاي صحتك عامل ازاي في مقتبل العمر وعنده سمنة مش قادر يقف مش قادر يمشي مش قادر يشتغل ممكن وظيفة معينة ما يقدرش يقوم بيها او مهمة معينة ما يقدرش يقوم بيها بسبب وزنه الزايد في بعض الناس بيسبب لهم الامر اعاقات حركية بيحتاج حد معايا حد يسنده حد يوديه حد يجيبه فاعتقد ان كل الحاجات دي ممكن تكون هي الدافع ورأي حد ان هو يتغير الكلام ده مظبوط انت حضرتك لمست حاجة مهمة انا كنت عايزة اوضحها ان اصحاب الشغل التنمر اللي ممكن يحصل للناس اللي هي الزيادة في الوزن او يبعدوا عن الشغل عشان زيادة في الوزن عشان الشكل احنا دول بني ادم بتوع الشغل هم لازم يساعدوا الناس تقل في الوزن كمان ويبتدي جابر نعمج معين دكتور فيه ناس كتير جدا زي ما حد تتكلم ان كان خاصة عن طريق العمليات او عن طريق الأدوية او حتى عن طريق الرجيم او اتباع نظام غذائي معين بيرجعوا تاني في الوزن ايوة طيب ازاي حد عمل ده وقدر ان هو يخص فعلا ازاي يقدر يحمي نفسه من فكرة الارتداد في الوزن دي لانه بتبقى صدمة قوية ومعظم الوقت بتبقى اقوى بيدعى اكتر من وزنه ايوة صحي الكلام حلو جدا وكلام ده انا اسمعته كتير قبل ما نبتدي ازام واحدة جات لي امبارح لسه بتقولي يا دكتر هاني لسه اول مرة جيلي يا دكتر هاني انا عايزة اقل في الوزن كويس قوي وطلع انا متدي بقى نعمل كذا ونعمل كذا هو فيه تثبيت وطلع او انت ابتديت الاول عشان مش نبتدي وبعد اني بقى نثبت لكن هيعزة تثبت قبل ما تبتدي لا احنا نبتدي الاول وبعد نقوله احديات التثبيت طب التثبيت ازاي بعد ما اقل في الوزن هو علشان احنا ابتدينا في الوزن صحيب احنا غيرنا اسلوب حياتنا يعني فيه شوية حاجات معينة حنبطلها زي السكر السكر ده ممنوع خالص يقولك حبادلو بعسل لا برضو مالعسل اه صحي كويس جدا ولا معلقة سكر في اليوم ايه ولا معلقة سكر اه كويس اوي الكلمة دي حكيت لنا ليه معلقتين ده مهم اوي ده ليه معلقتين مفيش حاجة اسمها معلقتين يا من غير سكر يا بسكر الضايد يكون خلمات الاسبارتان لكن ليك معلقتين في اليوم لأ سيبك بالكلام الفارغ ده مفيش حاجة اسمها ليك معلقتين دي مفيش حاجة اسمها انا باكل العسل مكانة السكر ده حيبقى صحي اه صحي للناس الرفيعة مش للناس اللي عايزة تقل في الوزن فاسلوب الحياة حيتغير ده من نمر واحد من نمر اتنين علشان سبت في الوزن ألعب رياضة حكاية اللي انا خلاص ما انا نزلتهو زي الفل ما انت هترجع تاكل اللي انت بتاكله هترجع تادي العملية مش كان عندك شوية برد وخفه ده نظام غذائي صحي للعمر كله نلعب رياضة كأنها جزء من حياتي ناكل صح نبعد عن السكر ونبتدي نقسم الوجبات وحكاية تانية كمان لان انا شفت الكلام ده كتير ليجي قولك ان انا هعمل هبطل اكل بالساعة تمانية ها بالساعة تمانية ما فيش اكل خالص لما تتنطط انا بعمل كده من سبعة كمان طب ليه ليه بتعزب نفسك مش بعزب نفسي والله انا تعودت على كده يعني تعودت ان انا انا باكل وجبتين بس في اليوم ده اول غلطة وغداء طب ده لانك الوجبتين دول هتبتدي تبتدي تاكل ايه في الوجبتين دول كل حاجة ولو حصل انا كنت مش هتينفعش الكلام ده طب نعمل ايه نقسم اليوم كله وناكل على مدار اليوم وناكل صحر مدار اليوم لانك لو كالت واجبة واحدة يقولك انا ما باكلش طول اليوم واكل واجبة بقى اللي هي في الغداء هي الصحر بيحصل اه اه لأ بيبقى كده انت ما عمتش حاجة انت وقفت لحرق اكتر انا حيزك تاكل عن مدار اليوم واجبات صحية تشرب المية وتلعب رياضة حتلاقي نفسك بتقل اسرع وتبقى صحي علشان لو حصل انك انت كل حتلاقي نفسك بتزيد اكتر فبدل ما نعمل كده بلاش حكاية النظام المتقطع لانه بيقلل الكتلة عضلية فلما بيقل الكتلة عضلية ممكن تقل في الوزن اقل لك ما بتاكلش زي الصيام بس اللي بيحصل ايه انك بتزيد دهون وبتقل عضل فبتبقى جسمك مرهرة يجي يقولك انا خسيت لا بس انت جسمك مرهرة لا انت ما ينفعش كده يا تكل صح يا ما ناكلش خالص ولازم الاسرة تساعد في الموضوع ده يعني لو فيه واحد بيعمل ضايت الاسرة كلها تعمل نظام غذائي نظام غذائي ما هي تبور نفسها هي لما تيجي تشوف نفسها نفسها الزيادة في الوزن والاولاد زيادة في الوزن تقولك الولد تخين جدا طب انت عاملة ايه قالت لي لا انا مش مهم انا خلاص اتجوزت وخلت لا يا ستي ما ممكن يتجوز عليك على فكرة بلاش حبك بحكات تجوز عليك اعمل لي نظام انت غذائي عشان تقل في الوزن عشان ما ترجعيش تاني لصحتك لان ممكن تحصل الحكاية دي والموضوع منتشر في الكلام ده لكن علشان ما يحصلش الحاجات دي ويبقى الاسرة كلها مرتربطة نعمل نظام غذائي للأسرة والأب كمان يعمل نظام غذائي نشجع يعني تشجع بعضه اكتر ايوه ده مهم جدا وما يبقاش واحد مثلا زيادة في الوزن وطفل تاني عنده الا في الوزن قولك لا ده يأكل لو هو عايزه والتاني لا بيأكله يأكل صحح احنا بنقوله بيأكله بيأكل اكله وما نقارنش الأطفال ببعضيها مرشي بص البنت عمك المقارنة هي دي اللي غلط احنا لازم يبقى نقارن الشخص بنفسه ونشجعه ان هو يقول له بص كان بقى بداية ازاي وبقيت ايه دلوقتي ولو لعب رياضة صحية وتبقى في ارتباط والكلام مع الأطفال والكلام مع الأسرة كلها نقول لهم ايه هو الأكل الصحي ان نتعلم يعني أكل صحي وما ينفعش أبدا نبقى الكيكات هي اللي بتتعمل أو عايزين نعمل حلويات بلاش تاخدها من بره نتعلم نعمل حلويات صحية في البيت وأكلات الأكل كتير وقدر معقول ببضوط برضو نأكد على نقطة مهمة وهي الشي اللي يزيد عن حده يتقلب ضده يعني برضو زي ما السمنة بتسبب أمراض وأضرار أيضا النحافة الزيادة بتسبب كمان أمراض انتي قلت حاجة مهمة جدا يا هانم لأن في ناس كتير قوي بتقول النحافة مش واخدين حقوم خالص في أي برنامج تلفزيون فاكرين يا نحافة يا بختك يا ستي دي مشكلة مرضية عندهم ان النحافة بتبقى عادة بعادة بتبقى مشكلة نفسية موجودة بتبقى مش قادرة تأكل لأنها مش شايفة ده أكل ده حاجة مش طيقاء فهي بتبقى مشكلة نفسية أكتر كمان لازم تأكل صحي عشان أزود الكتلة وحكاية اللي هما بتقول النحافة يقول لك كل شوكولاتات وحلويات يلا ده حتدخن كده غلط انت لازت تاخد بروتين أكتر علشان يعمل شكل مش علشان أخذ قوي في الأول في الأخير يا دكتر زي ما حضرتك قلت لازم تكون تحت استشارة طبيب عشان نقدر نحدد المشكلة فين أنا بشكر حضراتك جزيل الشكر دكتور هاني جبران يعني دايما نضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر نورتنا شكرا لك يا مصر دكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة وأمراض البطنة شكرا لك يا شكرا شايدنا نلوح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم بتبقى من فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة